ودام طرينا الأحد وطرينا أن يبوني الناس يصحصحون ويتجهون إلى العمل فأتوقع هذه التغريدة تناسب فقراتنا ليايا لأن دائماً نحاتي عبر حون نقول شنو الهدف وهل هدفنا واضح إذا إحنا فعلاً حابين نحفز روحنا لروحة دام ولا لا شنو أهمية تحديد الهدف من العمل وشنو أهمية تحديد هذا الهدف للنجاح في حياتنا المهنية أكيد روان وهل يجب أن تكون تلك الأهداف واضحة وذكية لأن نتأكد أن نحن نحن نتحدث في الاتجاه الصحيح لذلك سنتحدث عن هذا الموضوع ونرحب معكم بضيفتنا رحاب الطواري الاستشاري الإداري والاختصاصي في رعاية العملاء هيا إن شاء الله نحن سهلاً نصبحكم الله بالخير وبداية حلوة ويوم الأحد إن شاء الله حلو مثل ما قالوا الشباب في التغريدات أنا متأكدي لوجودة ويانا الرحاب لكن سنشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع نكمل إن شاء الله صبح ليش بالخير رحاب رحاب أتوقع هذا الحوار النفسي اللي صير كل يوم مع رنة المنبه صح ونسمعها ونقولها إحنا يمكن باب الفكاهة ماذا حقا أروح الدوام أنا كل يوم ضروري أروح بيفقدوني إذا ما رحت فدائما نسأل يعني شنو الهدف من روحة الدوام ودائما الشخص يقول ليش أروح الدوام أختي روان أخي عبد الرحمن اليوم السؤال هذا ما يطلع اللعقو بمدة معينة من خبرة العمل أول ما يشتغل الواحد ما رح يقول ليش أداوم لأن هذا هدف أصلا تخرج وخلص وتعب يبشوف الحين الحياة الثانية اليديدة بالنسبة له يطلع هذا السؤال حق الناس اللي مثلكم مثلنا خلاص أقول بخبرة عمل يقول ليش أداوم لأنك تشاف وائد مناطق في الشغل جرب الزين والشين شاف الضيجة اللي قاعدت مر فيه دوام شاف تشابه الأشياء اللي يبيها واللي ما يبيها فهالسؤال ما رح يطلع اللي حق الناس مشتغلين صح ومجربين العمل عادل فما رح يطلع حق أي أحد هذا السؤال بس طبيعي يطلع لنا طبيعي وقت اللي أحس أني أنا مو بحالة نفسية زينه أقول ليش أداوم ليش ما تشيتيلي فلوس وانا قاعدة مكاني بس طبيعي يفكرون بالتقاعد مبتر لكل مدة طبعا بس برايش يعني هل في جاوب مثالي حق هذا السؤال هذا السؤال يبدي أخي عبد الرحمن أحس حق الجيل الحين بادي مبتر يعني يمكن حق في أجيال معينة تسبق الجيل الحالي بادي متأخر ولكن اليوم إيه في إيجابة رح تكون أن أنا لازم يعرف أي شيء بسوي لازم يعرف هدفي ليش بسوي ومت بسوي وشون بسوي ثلاث أسئلة وايد بسيطة مثل ما أنا اختار تخصصي ليش بيتخصص حق شنو بتخصص وش بسوي عقوب الوظيفة تتبعها نفس الأسئلة هذه فلازم أنا أسأل روحي ليش أنا قاعدة أشتغل لأنه بيسهل عليه حتى أنه يكتشف كل مرحلة أو كل تجربة مهنية بيكتشف نفسه فيها فإذا واضح بالنسبة ليش هو قاعد يشتغل شنو هدفي من الشغل بيسهل عليه حتى اتخاذ قرار أني أنا أضل بالمكان أطور من روحي أو أطلع فيكون في وضوح حتى إذا ما كان الهدف أمية بالأمية واضح ترى لأننا اليوم نحن قاعدين نمشي نفس القطار خلصنا مرحلة دراسية خلاص الحين لازم تتشتغل بعدين تبدي تتفرع أستمر في الشغل أغير ولا أنا أطلع من وظيفتي فطبيعي أني أنا أحس أني أنا لازم أوجد ألقى الإجابة بداية ليش أنا قاعدة أشتغل هل موجودة يعني هل هو موجود مثل أسئلة واضحة تقولين والله أسأل نفسك هالأسئلة عشان تعرف الهدف من روحتك للدوام وإذا أنت فعلا هذا دوامك لمناصبك ولا لا صح فين ممكن تكون الأسئلة أغيران اليوم وايد مهم أربط هدفي في طبيعة العمل اللي بشتغلها وجهة العمل اليوم ساعة عندنا أهداف خاصة أحلام طموح معينة ما تشبه جهة العمل اللي أشتغلها فلازم أنا أعرف جهة العمل اللي بشتغل فيها طبيعة العمل وأهداف المؤسسة أو المكان اللي بشتغل فيه بعدين أطالعش كثير مقارب لي فلازم أسأل روحي الأسئلة هل بيئة العمل تناسب طموحي وأهدافي هل قدراتي وإمكانياتي اللي الآن أملكها تلبي احتياجاتي أني أنا أكبر وأحقق داخل هالبيئة العمل أسئلة أساسية أختروان لازم تنسأل في أول بداية ومرحلة وظيفية شون أعرف إذا أنا ما كنت مرتبطة بدوامي بشكل يعني عاطفي أو بشكل عملي وإن أنا مرتبط معه بس عشان الفلوس شو نقدر أقول بقع وائدنا شو مرتبطين بدواما بس عشان الفلوس اليوم أخي عبد الرحمن الارتباط بالوظيفة أنت قلت مصطلح وايد حلو اللي هو الارتباط العاطفي في بيئة العمل هذا إيه إذا حزت أنه في وايد أشياء أبيها وداخلي قد حققها داخل المكان وعادة هذه من النصايح اللي دائما نعطيها حق أصحاب أو أرباب العمل شلون تجد بالموظف عندك في بيئة العمل أنك أنت توجد أشياء حتى لو كانت هوايات أو اهتمامات في الموظفين توجدها داخل بيئة العمل عشان تخليه مرتبط عاطفيين معاك اليوم شلون ممكن أنا أحس نفسي أن أنا مرتبطة بالشغل ولا لا قريبة ولا لا أنا أقول رب العالمين أعطينا بوصلة داخلية بوصلة الشعور عادة نحن نكون بعاد وارنوت كونكتد مع روحنا ساعة الواحد يحس بروحي قاعد يمرض من الشغل قاعد ياخذ سيكليفز وهو ممريض وهذه طبعا أعراض وظيفية نسميها الأبسنتيزم اللي هو التغيب تأخر في العمل ثقيل على الشغل يماطل هذه أعراض وظيفية تطلع بيئني أنا ما أنتمي حق المكان هذا فالواحد لازم أول شيء يطالع روحه هل أقدر أعطي زيادة أقدر أداوم وأنا مرتاح حتى لو ما ليخلق الصبح بس عادي أندمج طول اليوم ويطير الوقت ما أحسه ولا لا فمراقبة نفسي وسلوكي داخل الشغل الأخ عبد الرحمن وهو رح يخليني أجاوب أني أنا قريبة ولا لا ساعات بعض الشركات أو المؤسسات تحط أهدافها وتجتمع وتواصل الأهداف حق الموظفين يبدأ الواحد يشوف هل أنا هذه الأهداف اللي بتحقيقها الشركة أو المكان أقدر عليها رح أكون جزء منها رح ينذكر أني أنا جزء من هذه الخطوة اللي حطت ولا لا فاليوم الناس كلما كانوا واضحين مع نفسهم في الدرجة الأولى بعدين رح أشوف أنا واضح مع المكان أقدر أشتغل فيه ولا لا رحب في بعض الناس يقول لك ما أقدر أنا أحدد الهدف من وراء هالوظيفة خصوصاً اللي توهم متخرجين يعني يقول أنا ما أدري الحين إذا هالوظيفة بتناسبني ولا لا رح يشتغل بالتخصص اللي أنا تخرجت فيه في هذا المكان أم لا في ناس يقول لك أنطر أخذ خبرة بعدها رح تعرف إذا هذا المكان أو قاعد يحقق هذه الوظيفة تحققك الأهداف اللي أنت تبيها متى يكون قبل أكتسبه وشيء خبرة العملية ولا من باب أخت روان اليوم خليني أتكلم شوية عن الجيل الحالي اللي هو الجنريشن زي اللي هو وليد ألفين وطالع وهم المليليم اللي قبلهم في وضوح عالي عندهم حتى باختيار التخصص مو الجنريشن أكس ولا اللي قبلهم عندهم توجه وايد عالي خاصة طبيعة دراستهم الحالية وايد بينت لهم المسار المهني الحياة العملية أكثر ما كانوا داخل بس المقاعد الدراسية التكنولوجيا السوشال ميديا قاعد توريهم بداء الوايد واختيارات وايد تطور عندهم وايد عالي فاليوم تلقينهم من يتوهم متخرجين أو قبل أن يتخرجون يقول بجرب تطلع الكلمة أبي أجرب أشوف روحي وعقوبها رح أطالع من أشتغل أو لا سهلة في جيال قبل يقول لا بشتغل بهذه الشركة وعقوبها إن شاء الله أكبر فيها إذا ما لقيت ما يتكلم عن الاستقالة ما يتكلم عن أبي أطلاق ليه التقاعد تاري خلاص هذه وظيفتها ليه ما يغيرها فاليوم إجابة عن السؤال حضرت الشيخ تروان هل أنا أجرب عشان أشوف مناسبة ولا لا في قوانين العمل التأهلي خاصة في الغضاع الخاصة هو قانون العمل الأهلي يقولك أمية يوم التجربية هذا الأمية يوم كفيلة حقي أنا إذا ما اشتغل في القطاع الخاصة وحتى في الستارتاب بزنزز اللي تحت ضمن الشركات الخاصة تقول لك عندك أمية يوم جرب اكتشف بيئة العمل اكتشف الناس اكتشف الفريق اكتشف الأهداف وراح تشوف روحك من دمج داخل ولا لا بهذه ثلاثة شهور تقريد تسحب روحك ولكن في ناس إيه ما تعرف شنو تبي احني المشكلة في ناس إيه ما تدري شنو تبي أهلها وجماعتها ومحيطها دزوها عارات بوايد زين مكان حلو دوام ساعات عمل زينه ويد زين مؤشرات ويد عامة تقول لك ادخل بهذا المكان أو إنه في ناس لا بتقول لك انت روح فهو عايش بروحه وهو قاكتشف بروحه أنا أقول يوم ما أتستقيل ولا أقرر أطلع إلا ما أنا أجرب نفسي وأجرب بيئة العمل فعندك خلال سنة مو أكثر إنك انت تكتشف المكان وبيئة العمل في ناس تتردد وتطلع بسرعة لأنه قربوا من منطقة العضلات النايمة الخاملة الضغط داخل العمل التحدي فيحس إنه هو مضغوط بيطلع وهو مو مشكلة في بيئة العمل في نفسك إن أنت ما قاعد تعطي روحك مجال تعرف بيئة العمل يديدة الشغل اليديد حلو يمكن ريحاب احنا فترة تخرج من الثنوية نواجه الضغوطات من الأهل في اختيار تخصص للدراسة مثلا للجامعة أو حتى في اختيار الأدب والعلمي من قبل لكن فترة الوظيفة الخيارات تكون مفتوحة وتكون في صعوبة إن أحد يسيطر على قرارتش في تجربة الموضوع فأنا اليوم متى أعرف إن هذا الدوام يناسبني ولا ما يناسبني وإذا طلعت من الدوام شنو أهم الأشياء اللي لازم أقرر إنها موجودة بالدوام اللي تخليني أطلع اليوم أخوي عبد الرحمن مثل ما تفضلت الجيل الحالي فيه وعي أكثر ومسيطر على نفسه أكثر في اختياراته ومو نفس الأجال السابقة فاليوم عشان يختار فيه مؤشرات عامة لازم أنا أعرف شنو طبيعة العمل يتناسبني حتى أنا أعرف مسمى وظيفة أنا أحب أشتغل في مكرام في بيئة مفتوحة المدير عمري قريب من عمري نقدر نتشاور ونتكلم هذه مؤشرات عامة أفضلها أنا بعدين أنا لازم أقول حق دائما حتى حق الخريجين أقولهم اليوم ادرس طبيعة الشغل اللي أنت عاجبتك شركات مؤسسات اسأل عنها زورهم حتى لو قدموا الخدمات زورهم شوف طبيعة الشغل تابعهم في السوشال ميديا تابع أنشطتهم حس في شيء قريب منك ولا لا عشان تقدر تقدم ولا لا طبعا هذه كلها مؤشرات عامة اليوم ما دخلنا في الشغل الجد ما أنا أثر علي طبيعة الشغل بعدين لازم يقدم اليوم إذا ما كان في رسك تيكين ما في جرأة وآخذ مخاطر معينة ومجازفة ما رح أكتشف أني يناسبني وإلا ما يناسبني من وراء الجام مستحيل فاليوم أهم شيء أنك أنت تجرب وتحطر يلي كفئة العمل عشان تقدر تقارن اختياراتي صح؟ ولا لا ما أقدر أقارن اللي يناسبني وما يناسبني قبل ما أنا أجرب شيء شخصي فاليوم إذا ما في أحد يسيطر على اختياراتي فأنا أقول تجربتك إلا رح تحدد لك اختياراتك تجربتك واتزانك في اتخاذ القرار إيه أطلع ولا يبقى أتأستمر الخوف اللي قاعد يواجهه أغلب الموظفين مو اللي توه متخرج اللي توه متخرج وتوقع ريحاب عنده ويدته لأنه يغير ويقدم استقالته وينتقل إلى وضع الفترة لا في ارتباط لكن اللي أكبر اللي مثلا عاش في هذه بيقى تعمل أكثر من خمس سنين لما تقول ويحس دفسه ما لقى نفسه ويحني بيقرر بالموضوع أني بستقيل وبروح دولي مكان ثاني يخاف لأنه وايد ناس بيقول لها ما رح تحصل الوظيفة طاب ورلانتظار وايد طويل أنت عندك التزامات غير اللي مثلا عنده بيت فهني يتردد لهذا الموضوع ويقبل أن يقعد في الوظيفة اللي هو ما هو مرتاح لها صحي هني إذا هو قبل أنه يقعد ويكمل نعم نتأخر خمس سنين نحن تقرر تطلع ولكن في بعض الناس يقرر عقب خمس سنين اختروان يطلع لأنه خلاص كان عنده أهداف وطافت المدة وما تحققت الأهداف هني الألم الألم فعلا في حسنا مجروح أصلا ويعدوني وأملوني وصبروني وصبروني يعطوني وبر البند وقالي أنطر وشوية وأبريزيلياي وصب آخر شيء وصحي مرحلة خلاص فيه قم يحسها داخلي اليوم شلون راضي وعليه استاهل شلون راضي وخلي تقبل وضعه إذا ما كان عنده اختيارات دارسها عدل موضوع الاختيارات نتكلم عنه بعدين ولكن اليوم شلون تتقبل فترة اللي تحس أن خاص ما لقيت نفسي في المكان وش أسويه الآن في المرحلة هذه أنا دائما أقول له قد تنتهي خبرتك داخل بيئة العمل هذه اللي أنت تطمح لها بس ممعنات أن أنت انتهيت هذا شابتر شابتر بحياتك تحس أنه أنا سويت على أكمل وجه ولكن انتهت قدراتك العالية في هذا الشابتر اليوم كون أنت أكسبرت وخبير حق الأجيال يديدة عيش هذا الدور البس هذا الكاب وحس روحك أنه أنا الخبير لا تعيش دور أني أنا بأكون وأكون وأكون وما تحقق لك من جهة العمل عيش دور أنت الخبير فطالع زاوية ثانية مختلف شلون أنت تتحكم في المكان شون تبدي تعطي خبرتك شون تبدي ترشد مع الأجيال اليديدة اللي داخل اللي رح تأثرهم فيك لأن أنت خبير تعتبر في هذا المكان ادرس اختياراتك الحالية الاختيارات اللي موجودة لأن اليوم النمو إما يكون بالطول أو بالعرض اختيارات اللي ممكن تروح داخل جهة العمل بالعرض تتحرك من إدارة إلى إدارة مو شرط خارج المؤسسة بشكل كبير إن زين فطالع الاختيارات اللي موجودة في العرض عندنا وين بتروح هوريزنتلي ممكن تروح إدارات ثانية يبدأ يطالع برسبكتب مختلف أو نظرة مختلفة في الإشلون وهو يتأقلم مع بيئة العمل في منظور آخر مختلف كلام حلو ولكن التطبيق رح يكون وايض صعب عليه ولكن هذه فعلا نصيحة عملية اليوم لا يحس روح أنه انتهى إذا ما حصل المنصب أنت ما انتهيت اليوم تشابتر معين من حياتك فصل من حياتك انتهى اليوم قادر أنك تستخدم خبراتك وتعطي حقيقة جال ثانية رح تحس بشعور مختلف بس نريد نوضح نقطة صغيرة مثلا هوايد ناس ما عندهم القابلية أنهم غيرون دواماتهم ولا عندهم الاستعداد أن يجازفون وأن يعيشون فترة بطالة من عمرهم طبعا فعلشان شذي نقدر ننصح الناس اليوم أنهم يتأقلمون مع دواماتهم وأنهم يرضن باللي عندهم ويعيشون ويطورون نفسهم وهم بمكانهم اليوم أخي عبد الرحمن مثل ما توني قلت اليوم الاستقالة ترى كلمة ثقيلة ثقيلة يعني كل أبعادها إذا ما كانت الأختيارات متاحة وإني أنا قابلة إني أنا أنتقد من بيئة وقب خبرة خمس سنوات إلى بيئة يديدة أعتبر جونير فيها يديد صغير أعتبر توني يديد على هذه بيئة العمل النقلة هذه مؤلمة وثقيلة حق بعض الناس اللي عندهم خبرة وارتباط عاطفي في بيئة العمل من الذي يقدم الاستقالة ورح يطلق إذا حس فعلا هو شخص مقدر يتنفس في بيئة العمل حس أن اليوم ريلة ثقيلة يقوم الصبح يروح الدوام عقب السنين والمكانة العالية ثقيل يبدأ يغيب يبدأ يمرض فعليا نفسيا نفسيا أخوي عبد الرحمن وتحوش في لونزا علماء النفس يقولون إذا حاشتكم في لونزا أكثر من ثلاث مرتين إلى ثلاث مرات خلال فترات متقاربة هذا دليع أنت في عرض نفسي أنت متأثر فيه وهو مو شرط عرض بيولوجي أو صاير فيك اليوم تتأثر في اكتئاب في قلق في اضطرابات داخلية تخليني أنا ما قدر أدوم وبيحس روحي حتى له خبير بيحس روحي أنا ما عارف أشتغل خلاص كل أمور وقفت هنا أنا بدي أقول كون جاد في البحث عن وظائف خارج بيئة العمل كون جاد في أن تتحط مصروفاتك التزاماتك المادية خطط عدل ماديا إذا كان عندك سيفينج أو ادخار معين إشلون بيأمن لك مرحلة الانتقال إلى بيئة يديدة ادرس البيئة البيئة اليديدة الحالية التي تنتقل لها شوفوا العروض التي موجودة الضمانات التي موجودة هذا بروجيكت وايد كبير ضخم معادي الواحد ينتقل فيه من بيئة ارتبط فيها عاطفين إلى بيئة ثانية قبل أن نختم ويانش بس بقول لك وايد هذا السيناريو نشوفه عند وايد ناس يقول لك خاص أنا وظيفتي قاعدة أشتغل فيها محابها لكن راتبي وايد زين قاعدة يأمن لي الاستقرار المادي اللي أنا محتاجه على الطول رحاب يدور له عين مكان ثاني يلقى نفسه فيه ويحقق أهدافه من ناحية المهنية فترقينه يبلش بزنس بره ترقينه والله ياخذ له دورات والله تعزز وتحببه أكثر فيه مجال شغلة هذا صح اليوم هذا صح حق الشخص اللي فعلا أنا دائما أقول فعلا ما قاعد يظلم مضيفة الأساسية بمعنى أن اليوم أنا لو أشتغل أنا ما يقصر قصدتش فيها ما يقصر في شغلة الأساسية لأن هذا مصدر رزقي الأول فأنا لازم يكون مخلصة مؤديتة بأمانة لأن اليوم في ناس نعرفهم قاعد يداوم قاعد يأخذ معاش بس طول اليوم قاعد يشتغل شغلة خاص خلال ساعات العمل الرسمية اللي أنا قاعد يندفع لي عشانها فاليوم الأمانة في الشغل يعني وايد عالية فاليوم إذا أنا فعلا ما لقيت نفسي في بيئة الشغل قاعد أحاول كثر ما أقدر أنجز فيها مو معنات أني أنا أشغل وقت عمل اللي قاعد أخذ في راتب في أشغالي الخاصة فاليوم استغل وقتك العصر إذا كان عندك تسهيلات تطلع مبتشر سو بزنزك الخاص أو مشروعك الخاص براحتك ولكن اليوم حرام الوظيفة اللي أنا مؤتمن عليها وقاعد أخذ فيها راتب عليها ما قاعد أدي حقها بأقصى ما يكون بس إجابة الحق حضرتك بإمكانها يستغل وقتها يفيد نفسها ينفع يمكن بيئة الشغل يمكن لن يأخذ خبرتها العملية أو التدريبية المهنية يمكن يحطها داخل الشغل ويطور فيها فعلا اليوم إحنا عرفنا ريحابش كثر ففعلا بيئة العمل تأثر على الأداء وتأثر عليك حتى يمكن تغيرين أهدافك صحيح أعتقد الوظيفة اللي أنت تشتغلين فيها أيها اللي تحدد إذا أنت بالمسار الصحيح صحيح ولا لا ونتمنى أن إن شاء الله الكل يلاقي نفسه إن شاء الله في وظيفة اللي يداوم فيها وفعلا مثل ما ذكرتي ريحاب الأمانة في أداء العمل حتى لو كنت أنت منتحة بياس تتخذ القرار صحيح أنك تغادر أو تأديه على أكمل وجه كل شكر للت أستاذ ريحاب الطوال استشاري إداري واختصاصي لرعاية العملاء شكرا لكم يعطيكم ألف عم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم